معي عبر أقمار صناعية من بغداد دكتور هشام الهاشم الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور هشام شواهد أخرى ممكن أن نعرفها دكتور هشام عن بروز الخلافات الداخلية بالتنظيم بيديرزور طبعا نتحدث نعم هذا النوع من الخلافات برز كثيرا في المدينة القديمة في الموصل حينما اختلفت القيادات التي تتمثل بكتيبة طارق بن زياد مع القيادة المحلية العراقية كتيبة طارق بن زياد كانت تفضل انسحاب لا تلعفار وربما تجد لها مكان آخر لتنسحب إليه باتجاه العمق السوري آنذات مثل هذا النوع تسبب بقتل الكثير من الناطقين بالفرنسية أيضا نفس هذا الحدث وقع في البعاج حينما أراد أيضا ما يسمونهم بالمهاجرين من العرب والأجانب أن يذهبوا إلى القائم حدثت أيضا نزاعات بين والي تلك المنطقة وما سماهم بالهاربين والفرارين من التنظيمات التي تنتمي لجنسيات غير عراقية كثير ما يقع هذا النوع من النزاعات وربما يرجع لسببين الأول أن كثير من المهاجرين من الإرهابين القادمين عبر الحدود باتجاه سوريا أو غيرها يرون لأنفسهم خطوة متقدمين ولديهم القدرة على القيادة وحينما يتم عزلهم بهذه الطريقة ولا يصبح لهم رأي في موضوع القتال يبدأون بهذه الاجتهادات التي من شأنها تجعل المحليين يغضبون عليهم وخاصة المحليين لا يفكرون بأن يصمدوا طويلا في معارك تدمر مدنهم وتقتل عوائلهم مثل هذا النوع من النزاعات تكرر كثيرا وأيضا بلغ مبلغ أن يصبح حوار وجدل داخل اللجنة المفوضة التابعة لتنظيم داعش والمسؤولة على العراق وسوريا التي أعطت حرية الاجتهاد ولا مركزية في اتخاذ القرار في أي مدينة يكون فيها هذا التنظيم محاصر إما أن يتفاوض وإما أن يقاتل بما يعرف ببيعة الموت لماذا هذه الخلافات الداخلية كما حدث في الموصل أي من الأمثلة والذي ذكرت حدثك دكتور هشام أو الآن في دير الزور لماذا مرحلة وقت حرش جدا مرحلة مفصلية هذه بحياة داعش في هذه الفترة ببقائه المعارك على أشدها والتنظيم محاصر حقيقة هو بعد ذهاب الموصل القديم والرقة لا جدوى لأن يصمدوا هؤلاء في قتال يعلمون أن نهايته ودمارهم ودمار عوائلهم ولذلك هم لجأوا إلى الهروب وتسليم أنفسهم كما حدث في العياضية والحويجة في العراق وحدث في مناطق كثيرة من سوريا حينما بدأوا يتفاوضون سواء مع الجيش الحرق وسوريا الديمقراطية أو حتى مع النظام والأحزاب وحلفائهم من الفصال الشيعية الأخرى بالتالي هم لا يرون مصلحة من القتال والمحليين غالبا يعتبرون أن خسارتهم هذه المناطق هو نوع من العار وسوف يلاحقهم أنهم تركوا هذه المدن هذا الخلاف هو ناتج على عدم وجود إرادة للقتال بالنسبة للعرب والأجانب وهم يحاولون بكل طريقة أن يهربوا أو يسلموا أنفسهم إلى محاكمة عادلة بخلاف المحليين الذين هم أولا لا يتقون كثيرا بالنظام السوري والجيش السوري وفي نفس الوقت هم يعلمون أنهم سوف يطاردون من قبل العشار والقبائل الذين هم تسببوا بقتل أبنائهم أو تدمير تلك المدن في هذه المنطقة التي يعيشون فيها إلى أي مدى ممكن أن تساهم هذه الخلافات دكتور هشام بالقضاء نهائيا على التنظيم الذي يعني هو عشفير النهاية أصلا ولكن بوقت أقصر حقيقة هذه الخلافات توفر للقوة المحلية المكافحة لإرهاب داعش الكثير من المعلومات لأن الكثير من من يحاول أن ينشقاق أو يحاول أن ينجو بنفسه يصل إلى الدوار الاستخبارات والمعلومات عبره وسطه يقدم معلومات مقابل أن يعامل معاملة حسنة أو أنه لا يقتل ويقدم إلى محاكمة عادلة حصل ذلك في العراق كثيرا وأيضا بحسب الوثاقة التي أعلنت عنها قوات سوريا الديمقراطية أنها كانت تتعاون مع الكثير من عناصر داعش مقابل تأمين أو عهد بتأمين حياتهم وحياة عوائلهم بعد التزايد في الخلافات الداخلية التي نتحدث عنها في دير الزور هل نحن أمام الحديث عن انشقاقات في الأيام القادمة أو هل في انشقاقات أصلا داخل التنظيم ولكن لا نعرفها حقيقة الكل يرتقب أن يكون هناك انشقاق ضمن اللجنة المفوضة الآن اللجنة المفوضة بقيادة أياد الجميلي وبقيادة غانب الجبوري أبو طيبة هناك خلاف كبير بينهما أياد الجميلي هو على نظرية بيعة الموت والقتال مهما كلف هذا القتال على طريقة الأرض المحروقة وأما غانب الجبوري أبو طيبة الذي هو أيضا من قيادات هذا التنظيم المتطرف في اللجنة المفوضة يرى ضرورة الانسحاب إلى المدن المستقرة نسبيا ثم لملمت جراحاتهم العودة لعمليات أمنية إرهابية ومتى ما وجدوا فرصة لأن يشكلوا خلافة مزعومة من جديد في أرض تمكين جديدة سوف يعودون في وقت لاحق نتحدث عن هروب واستسلام دكتور هشام هروب قادة لداعش أيضا ممكن أن نتحدث عنها من أرض المعارك في العراق هذا حصل لكن في سوريا إلى الآن لم نرصد هروب قيادات بارزة نعم بالذات في ديار الزور لم نرصد إلا قيادات ميدانية وقيادات وسطى استطاعت أن تهرب من خلال وساطات وشفاعات عشائرية مهدت لهروبهم سواء مقابل معلومات أو مقابل النسب والعلاقات العشائرية وإيضا هذا الآن بدأ يحصل في منطقة القائم العراقية التي ربما تشهد الأيام القادمة عمليات تحرير واسعة هي جزيرة راوة وجزيرة القائم أنا أشكرك جزيلا كنت مع رابر أقمار صناعيا بغداد دكتور هشام الهاشم الخبير في الجماعات المتشددة شكرا 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 شكرا